الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد مشروع تعميم معرفة يقدم في مجال الاقتصاد الجزئي محددات العرض Determines of Supply أرجو أن يكون فيه الفائد العظمى لكافة أحبتنا الطلب والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كانوا على بركة الله نبدأ ذكرنا في مقطع سابق عن الطلب والعرض Demand of Supply وتفاعل قوة الطلب والعرض وتوازن السوق Market Equilibrium لسلعة ما بأن الكمية المطلوبة أو ما تسمى باللغة الإنجليزية Quantity Demanded والكمية المعروضة Quantity Supply من السلعة لا تتأثر إلا بسعر السلعة حسب قانون الطلب Low of Demand ترتفع الكمية المطلوبة من السلعة إذا انخفض سعرها وتنخفض الكمية المطلوبة من السلعة إذا ارتفع سعرها ما يعني بأن العلاقة عكسية بين الكمية المطلوبة وسعر السلعة حسب قانون العرض Low of Supply ترتفع الكمية المعروضة من السلعة إذا ارتفع سعرها وتنخفض الكمية المعروضة من السلعة إذا انخفض سعرها ما يعني بأن العلاقة تردية بين الكمية المعروضة وسعر السلعة قانون الطلب ينص على أنه لا تتغير الكمية المطلوبة من السلعة إلا إذا تغير سعرها والعلاقة عكسية بين الكمية المطلوبة وسعر السلعة يمكن لنا أن نمثل ذلك بيانيا على شكل كما يأتي الآن محور الأفق يرمز إلى الكميات المطلوبة من السلعة وعلى المحور العمودي يرمز إلى أسعار السلعة المطلوبة أو السلعة المطلوبة ومنحنة طلب هذا الآن هو دي صف أكس منحنة طلب ديمان كيرب فإذا كان السعر على سمثال بي وان لنفترض بأن السعر كان بي وان هذا أدى إلى أن تكون الكمية المطلوبة منخفضة نسبيا يمكن تحديدها من منحنة طلب أفقيا لنفترض عند النقطة A هذه وبالتالي نذهب عموديا إلى الأسفل حتى نحدد الكمية المطلوبة ما يعني الآن بأن مقابل السعر بي وان كانت الكمية المطلوبة كي وان لنفترض الآن بأن السعر انخفض من بي وان إلى بي تو انخفاض السعر من بي وان إلى بي تو سيؤدي حسب قانون الطلب إلى زيارة الكمية المطلوبة وعلى سبيل المثال نذهب أفقيا إلى منحنة طلب ثم عموديا طبعا هنا حددنا النقطة B التي تتكون الآن من زوج مرتب حسب قانون الطلب من كيو تو أفقيا كمية المطلوبة الآن أصبحت هنا ولأن السعر الخفض ما يعني الآن بأن الكمية المطلوبة زالت من كيو وان إلى كيو تو وبالتالي الآن التحرك من A إلى B كان على طول المنحنة أي بمعنى آخر تغيرت الكمية المطلوبة وليس الطلب أرجو أن يميز القارئ والطالب العزيز بين ما يسمى الكمية المطلوبة من جهة والطلب من جهة أخرى الذي طبعا وضحت فيه مقطع سابق والآن نعيد التأكيد عليه حسب قانون العرض لا تتغير الكمية المعروضة من السعر إلا إذا تغير سعرها يمكن لنا أن نمثل ذلك بيانيا كما يأتي الآن على المحور الأفقي الكمية المعروضة QX المحور العمودي سعر السعر المعروضة وهنا منحنى العرض اللي هو الآن S sub X supply curve فلنفترض بأن السعر كان P1 على سبيل المثال الآن P1 يمكن لنا أن نقرأ الكمية المعروضة أفقيا من منحنى العرض نفسه فهنا النقطة هذه نقطة A تتكون من الزوج المرتب الآن Q1 و P1 هذه A الآن بما أن السعر كان P1 كانت الكمية المعروضة Q1 لنفترض بأن السعر ارتفع من P1 إلى P2 على سبيل المثال الآن P2 لأن السعر ارتفع تؤدي إلى زيارة الكميات المعروضة هذه الآن النقطة B التي تكون من زوج المرتب Q2 و P2 وبالتالي الآن أدى ارتفاع السعر من P1 إلى P2 إلى زيارة الكميات المعروضة من Q1 إلى Q2 وبالتالي الآن التحرك من A إلى B كان على طول منحنى العرض توازن الطلب والعرض الآن المحور الأفقي يرمز إلى الكميات المطلوبة والمعروضة والآن عن محور العمودي أسعار الكميات المطلوبة والمعروضة فهذا هو منحنى الطلب D sub X منحنى العرض S sub X نقطة التقاء الآن بين منحنى الطلب ومنحنى العرض يؤدي إلى بروز أو ظهور أو حدوث أو تكون النقطة E هي الإكوالابريم بوينت التي تتكون من زوج مرتب نذهب الآن عموديا إلى P star وعموديا عفوا أفقيا Q star وعموديا P star وبالتالي الآن هنا E تؤدي إلى أن الكميات المطلوبة تساوي الكميات المعروضة أما محددات العرض الآن يجب علينا أن نفرق بين الكمية المعروضة من جهة والعرض منها فمحددات العرض هي التي تؤدي إلى إزاحة تامة في منحنى العرض أي يتغير العرض إذا تغيرت محدداتها أحد هذه المحددات أو جزء منها أو كلها هناك خمسة محددات للعرض لسلعة ما على النحو الآتي أولا أسعار السلع البديلة substitute goods والمتممة complementary goods في الإنتاج وأركز هنا أسعار السلع البديلة substitute goods والمتممة complementary goods لكن ليس في الاستهلاك في الإنتاج لأن هناك الآن كثير من خطوط الإنتاج يمكن أن تنتج سلعتين أو أكثر وبالتالي الآن هنا تكون بدائل في الإنتاج أو أنها متممات في الإنتاج سأشرح إن شاء الله بعد قليل المحدد الثاني من محددات العرض هو كلفة الإنتاج production cost المحدد الثالث عدد المنتجين أي الباعين والعارضين number of producer suppliers رابعا تقنية الإنتاج production technology وأخيرا خامسا توقعات المنتجين عن الكميات والإسعار expectations of producers about quantities and prices الآن سأشرح كل واحد منها بإذن الله تعالى أولا أثر أسعار السلع الأخرى تتأثر المنشأة خلال عملية الإنتاج بحركة أسعار السلع التي تنتجها أو ينتجها غيرها لابد للمنشأة من اتخاذ قرارات حاسمة عندما تتغير ظروف الطلب والعرض وأن تستجيب لقوة السوق عندما تتحرك هذه القوة مثال لنفترض بأن سيدة راية اسم تمتلك مصنعا لمعجون الأسنان فيه ثلاثة خطوط لإنتاج ينتج الأول المعجون العادي رخيص الثمن وينتج الثاني معجونا متطورا يتم تصنيعه للأسنان الحساسة وهو أغلى أي هذا المعجون أغلى من المعجون العادي أما الخط الثالث فهو احتياط ولا يستعمل إلا وقت الحاجة الشيء اللافت في المصنع هو أن الإدارة تستطيع استعمال خطوط الإنتاج الثلاثة في تصنيع منتج اللي هو معجون من نوعية واحدة إذا أراده كان عرض منشأة السيدة راية من النوعية وأرجو أن نتذكر هذه الألقام كان عرض منشأة السيدة راية من النوعية كما يأتي 1500 وحدة يوميا من المعجون العادي و750 وحدة من المعجون المضاد الحساسية وكان سعر بيع الوحدة دينار ونصف الآن أو جنيه ونصف أو ريال ونصف أو دولار ونصف لكل وحدة من المعجون العادي ودينارين ونصف أو حسب وحدة العملة التي نتحدث عنها فدينارين ونصف لكل وحدة للمعجون الحساس معنى آخر كما ذكرنا قبل قليل بأن ثمن المضاد الحساسية أغلى من ثمن المعجون العادي نتيجة لأسباب متعددة زاد الطلب بشكل كبير على المعجون الخاص بالحساسية وحيث أن ذلك سيدر الربحة إضافية على المنشأة وأن السيدة طبعا راية عقلانية يعني بمعنى آخر تهدف إلى تعظيم أرباحة فقد قررت تشغيل الخط الثالث له الخط الاحتياط كما ذكرنا في إنتاج المعجون المتطور وتقسيم الزمن الذي يعمل به الخط الأول مناصفة بين إنتاج المعجون العادي وإنتاج المعجون المتطور أرجو أن نتذكر هذه الحقائق وهذه الحيثيات حتى نفهم ما الذي سيحدث الآن ما نراه في الشكلين المرفقين يعطي صورة وافية الحدث لاحظوا الآن في الشكل هذا عندي المعجون المحسن هذا منحنا العرض ثمن الوحدة دينارين ونصف وبالتالي مقابل هذا الثمن كان في الحالة الأولى سبعمية وخمسين سبعمية وخمسين وحدة يتم عرضها مقابل هذا السعر الآن زاد نتيجة لزيادة الطلب على هذه السلعة لاحظوا زاد عرض مشاءة السيدة رايا من المعجون المضاد الحساسي رغم بقاء هذا بقاء السعر عند نفس المستوى اللي هو دينارين ونصف لكل وحدة وبالتالي هنا الإزاحة كانت إلى اليمين فانتقل المنحة من S1 إلى S2 وهذه النقطة التي الآن تحققت على المحور يعني تحققت الآن نتيجة لبقاء السعر هنا لكن نتيجة لزيادة الطلب وبالتالي زاد العرض فأدى ذلك إلى زيادة العرض من سبعمية وخمسين إلى ألف خمسين وحدة زاد العرضها أكرر وأذكر بأن العرض زاد من سبعمية وخمسين وحدة إلى ألف خمسين وحدة رغم بقاء سعر البيع عند دينارين ونصف نتيجة الاعتبارات التي ذكرتها قليل قبل قليل أما الآن منحنى عرض المعجون العادي فقد انتقله لحظوا للمعجون العادي دينار ونصف الآن ثمن الوحدة الواحدة وما ينتجه المصنع كان يعني عرضه الآن ألف خمسين وحدة نتيجة لأن الطلب على هذا المعجون زاد انتقل المنحنى إلى اليمين منحنى أيش منحنى العرض وهنا الآن لأن خط الانتاج تم تقاسم باعتبار بأن المعجون المحسن هو سلعة بديلة في الانتاج للمعجون العادي والعكس صحيح وبالتالي أدى إلى انخفاض العرض من هذا المعجون العادي من أسول إلى أستو فانخفض العرض من ألف خمسمائة وحدة إلى ثمانمائة وحدة أرجو الانتباه إلى ذلك تسمى السلعة التي يمكن استبدالها بسلعة أخرى على خطوط الانتاج السلعة البديلة في الانتاج Substitute in Production Good أي السلعة التي يمكن تخفيض الانتاج منها أو توقيفه تماما من أجل زيادة الانتاج على سلعة بديلة في الانتاج في مجال أثر السلعة المتممة في الانتاج أنا في عندي سلعة بديلة في الانتاج الآن متممة في الانتاج Complementary in Production إذا كانت X و Y سلعتان متممتان في الانتاج فإن ارتفاع عرض Y يؤدي إلى ارتفاع عرض السلعة X على سبيل المثال هناك مصنع متخصص بمشتقات الألبان يعرض كميات محددة من لبن المخيض واللبن العادي والزبدة والجبدة ما حدث نتيجة لزيارة الطلب على سلعة الزبدة خطط الشركة أن تزيد العرض منها كي تجني مزيدا من الأرباح لكن سلعة الزبدة اللي هي دهون الحليب تأتي كمنتج أولي ويأتي لبن المخيض كمنتج ثانوي الآن هذا هو عرض لبن المخيض نتيجة لزيارة إنتاج هذا المصنع من الزبدة لهدون الحليب أدى ذلك إلى انتقال منحنى العرض للبن المخيض من S1 إلى S2 أو SX1 إلى SX2 وبالتالي الآن العرض زاد من Q1 طبعا انتقلنا من A إلى B لكن على منحنين مختلفين فزاد العرض من Q1 إلى Q2 حسب ما هو مبين هنا وهنا زيارة العرض من Q1 إلى Q2 الآن ثانيا أثر عدد المنتجين الباعين العرضين تؤدي دائما وابدا زيارة عرض المنتجين لسلعة ما إلى زيارة عرض السلعة ويؤدي الخفاض عرض المنتجين للسلعة إلى الخفاض عرض السلعة شرط طقاء العوام مؤثر الأخرى ثابتة نمثل ذلك بيانيا كما يأتي الآن على المحور الوفق الكميات المعروضة على المحور العمولي الآن سعر الكميات المعروضة وهنا الآن هذا منحن عرض نرجعي نقارن اللي هو SX1 نتيجة الآن لزيادة عدد المنتجين أدى إلى انتقال منحن العرض إلى اليمين من SX1 إلى SX2 لكن إذا انخفض عدد المنتجين هنا انخفاض عدد المنتجين فأدى ذلك إلى انخفاض العرض أي انتقل المنحن من SX1 إلى SX2 رغم بقاء السعر ثابت كيف ما نتخيله الآن يؤدي هذه الحقيقة ارتفاع المنتجين للسلعة تحت الدراسة إلى زيادة العرض منها ويؤدي انخفاض عدد المنتجين إلى انخفاض العرض منها ثالثا ارتفاع كلفة الانتاج يؤدي انخفاض كلفة الانتاج السلعة السلعة ما طبعا إلى زيادة العرض منها شرط بقاء العوام المؤثر الأخرى ثابتة ويؤدي ارتفاع تكليف انتاجها إلى انخفاض العرض منها هذا الآن الموقع المرجعي وبالتالي الآن كلفة الانتاج يعني هكذا تخيلناها بأن كلفة الانتاج انخفضت وبالتالي الآن سينتقل منحن العرض من SX1 إلى SX2 فانتقلنا من A إلى B لكن A تختلف طبعا النقبة يعني ليس على المنحن نفسه B فيه على منحن آخر وبالتالي هنا انخفاض كلفة أما إذا طبعا هنا العرض منها زاد من Q1 إلى Q2 أما إذا ارتفعت التكاليف صار عند الارتفاع الكلفة يؤدي ذلك إلى انخفاض العرض وبالتالي انتقال منحنة من SX1 إلى SX3 وهنا الآن تصبح الآن انتقلنا من A إلى C على منحنة مختلف والآن تصبح الكمية الآن Q3 الآن العرض أدى طبعا مقابل هذا السعر الثابت إلى أن يكون الكمية Q3 يؤدي ارتفاع تكاليف الانتاج إلى انخفاض عرض السلعة ويؤدي انخفاض تكاليف انتاج السلعة إلى زيادة العرض منها رابعا أثر تقنية الانتاج يؤدي تطور تقنيات الانتاج سلعة تحت الدراسة إلى ارتفاع العرض منها ويؤدي تدهور تقنيات انتاجها إلى انخفاض العرض منها لاحظوا إلى هذا الآن الشكل الجميل الغريب الآن تقنية الاتصالات هنا الهاتف البدائي القرن التاسع عشر وهيان غراهن بيل وما شابه تطور بعد مدة عشرين ثلاثين سنة أصبح شكل الهاتف هكذا وأصبح الآن القدرة على الاتصال أكثر ثم انتقل يعني تطور هذا إلى هاتف متقدم ذو أزرار ثم إلى هاتف لاسلكي ثم إلى هاتف خليوي ثم إلى هاتف ذكي والآن نتحدث عن الساعة الذكية التي تقوم بعدة وظائف وبعدها ماذا بعد فعند الآن هذه المرحلة الأولى راحظ الثورة الصناعية تقرية الانتاج أدت إلى ماذا هذه المرحلة الأولى المرحلة الثانية المرحلة الثالثة المرحلة الرابعة المرحلة الخامسة المرحلة السادسة المرحلة السابعة ولا نعرف الآن ما بعد السابعة فالآن يؤدي تطور تقنية الانتاج السلعة تحت الدراسة إلى زيارة العرض منها والعكس صحيح خامسا وأخيرا أثر توقعات المنتجين عن الكميات والأسعار هذا الأثر قليلا ما يتعرض له الاقتصاديون في كتبهم إذا توقع المنتجون ارتفاعا في أسعار المستقبل للسلعة تحت الدراسة فإن عرضهم للسلعة ينخفض وإذا توقعوا انخفاضا في أسعار السلعة فإنهم يزيدوا من عرضهم للسلعة أرجو من الطالب والمتابع أن يتأمل بأثر التوقعات الكميات ويتلمس الإجابة كي يدرب عقله على التحليل شكرا لكم على حسن متابعتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وطبعا لا تنسوا الاشتراك معنا في هذه القناة التعليمية من أجل أن نعمم المعرفة بلغة الضال لغة القرآن الجميلة وإلى لقاء آخر طريب بإذن الرحمن ترجمة نانسي قنقر